بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله معكم طريقة النهاردة سهلة جميلة وجدا بسيطة. هتعجبكم ان شاء الله. آآ ان شاء الله هنجرب الكارتة زي انك تعالى هتوصل الكارتة آآ من غير ضفيرة. حاجة سهلة جدا وبسيطة. عدرتك انت كل اللي محتاجه بين سيت امبير او افو. تمام? هتجيبها على وضع الصفارة. ازي تعرف المتين وعشرين داخل في الغسائل او في الكارتة بتاعتك. عدرتك دي الكارتة بتاعتك اهي. تمام? هتوصلها اهو. هي مفروض ان هي بتوصل. ادت صفارة اهو. ده طبعا الملف المتين وعشرين اللي بدخله كهرباء. لو انت فن جديد وعايز تعرف الدخول الكهرباء المتين وعشرين هتفك السكوتات بتاعت الضفيرة بتاعتك. وتوصل اهو. ده كده. سمع معانا اهو. باب معانا على الوضع البزر. تمام? اهو. ادت معانا صفارة. طيب هتيجي تعمل على اي مؤشر تاني. مش هتلاقي هيجي معك اي حاجة. ابدي كارتة تانية برضو برضو عايزين نعرف فيها المتين وعشرين. اهو. هنعرف كده. اهو. ده المتين وعشرين بتاع الكارتة دي. تمام? موصل معانا اهو. ده طبعا اهو. مش هيقرأ معانا. اهو. اي حاجة تانية فيها مش هتوصل معانا. يبقى انت كده حضرتك دي الطريقة صحيحة. طبعا ما نفعش تجيب تقيس الضفيرة ديت على متين وعشرين كهربا. توصلها كهربا وتقيسها لوضع البازر لان غلط. تمام? يبقى انت بتشيل الكارتة الاول. لو الكارتة عندك بتجربها على ايه. تشوف الوضع المتين وعشرين بتاعها. او عن متى الوضع المتين وعشرين بتاعها دايما ببقى جنب الترنس. الغسارات جميع الغسارات. بقى جنب الترنس بتلاقي ايه الصفارة دي. انت بتعرف عن طريق ايه? البازر او الصفارة دي. ان شاء الله في فيديو تاني بقى. هنقول لكم الطريقة سهلة ومحتاجة. ايه? وازاي انك تعرف توصلها. ونتمنى استنونا في الفيديو ان شاء الله الفيديو قادم ان شاء الله او الحلقة التانية ان شاء الله معنا.